نرحب مشاهدينا بالأستاذة حصة محمد منصق لعلاقات العامة بمهرجان الشريقة السينمائية الدولي للأطفال والشباب صباح الخير صباح النور يا حصة صباح الخير يعني حبينا نتكلم عن هذه الدورة السابعة للمهرجان شو اللي بميز هذه الدورة عن الدورات السابعة؟ طبعا مثل ما ذكرتك في الدورة السابعة الاسم سوى من مهرجان الشارجة السينمائية للطفل الى مهرجان الشارجة السينمائية الدولي للأطفال والشباب السنة اللي طافت في عام 2018 الشيخ الدكتور سلطان القاسمي اللي حفظة اعلن ان المهرجان بيركز على الأطفال والشباب بما ان اطفالنا ما شاء الله عليهم كبروا وحبوا ان يكملوا معاننا المشوار ففي هذه السنة تركيزنا ليس فقط على الأطفال بل على الأطفال والشباب حالي نعم طيب المهرجان بيستمر حتى 18 من أكتوبر تحت شعار أفلام مستوحات من كتب شو الإيميل مضافة للأفلام يلي هي مرتبطة بالكتاب أو بكتاب ما؟ طبعا نحن أول شي فكرة المهرجان بما أن الشارجة حصلت على عسمة الكتاب لعام 2019 حربينا أن نحن بعد نركز على هذا الشيء واخترنا مجموعة أفلام هذه الأفلام مستوحات من الكتب البعض منها اللي هي مثلا عننا أنا الموت اللي هو فيلم سعودي وعننا فيلم أطفال مشاغبون جدا اللي هو فيلم روسي ومعنا سجلات سجلات القطة الرحال كل هاي الأفلام كانت كتب وتحولت إلى أفلام وطبعا نحن دوم نقول أن أساس الأفلام الكرياتيفي أو الكتب نقدر نقول أن الواحد يبدع من القصص ويحولهم إلى أفلام مبدعة طيب يا حصة يعني المهرجان تلقى طلبات مشاركة لنحو يعني 1454 فيلم يعني عدد كتير كبير كيف كانت معايير الاختيار؟ طبعا نحن نقسم المجموعات اللي نحصلها لأننا عنا أفلام من صنع الأطفال والشباب عنا أفلام من صنع المدارس عنا أفلام روائية أفلام متائقية فأول شي تتقسم هاي الأفلام اللي نحن استلمناها وبعدين عنا لجنة تحكيم الأطفال والشباب وعنا لجنة المحكمين الفناني الكبار حالو فيعني تنعرض على مجموعة كبيرة ويعني عنا مجموعة كبيرة رفضت طبعا بس الأفلام اللي نحن طبعا ما نردهم نحن نزقرهم عنا خلال المهرجان ونعطيهم ورشة أو جيسات حوارية مع الفنانين الكبار ويعلمونهم أن كيف ممكن يعدلون الأفلام أو كيف ممكن يحسنون من أفلامهم في سن الياية إن شاء الله آه يعني أنتو بتعطوهم فرصة كمان للتطوير يعني مش إنه تم الرفض فخلاص سراحت عليكم الفرصة لا بتعطوهم فرصة أن تعملوا ورش واتطوروا كمان من أداءهم هاي الأفلام اللي نرقد إنسوينهم جلسات نقاشية يجلسون مع الفنانين اللي هم المخرجين الكبار المعروفين والمخرجين الأطفال حلو فيعني تكون جلسات حوارية وائد مفيدة للجميع نعم طيب حضرتك موجودة هلأ يعني بالمعرض عم نشوف وراك أطفال ومشاركين يعني خبرين شوي عن ردود الفعل عن كيف عم بتكون يمكن الانتراكشن معهم هل عم بيحبوا يعني العروض يلي عم بتكون بالمهرجان ردود الفعل شو هي طبعا اليوم أول يوم مستقبل في المدارس ما شاء الله يثنى أعداد كبيرة من المدارس الطلاب من الأطفال وحتى الجامعات وماذا ما تشوفون ما شاء الله يعني كل القاعات امتلأت ورش العامل ما شاء الله عليهم شغالين على طول ياسين يطلبون زيادة فإن شاء الله يعني احنا موجودين على طول الأسبوع وكل حد يشاركنا يعني طيب حسنا حكيتي أنت يا أبل شوي عن الفرصة اللي يتم تقديمها للأفلام المرفوضة شو هي كمان أشكال الدعم اللي ممكن يقدمها المهرجان للمواهب الشابة المشاركة وأحب كمان يعني أعرف أكتر أنه وين تقام فعليات المهرجان هل في شروط لحضور عروض الأفلام أول شيء الدعوة طبعا مفتوحة للجميع التذاكر حق المهرجان تنباع عند المدخل وونلاين وكل شيء موجود على الموقع عمالنا الأوقات العروض وهذه الأشياء وبخصوص الأفلام والورش اللي نحن نقدمها مؤسسة فن خلال السنة تقدم مجموعة ورش كبيرة وتكون لجميع الأعمار يصنفونها حسب العمر وكل ورش تكون متخصصة في شيء يعني البعض منها يتخصص في الرسم من تحركها البعض منها يتخصص في صنع الأفلام البعض منها يتخصص في التصوير وكل في الإعلام يعني في الإعلام اللي نحن نضمها خلال المهرجان فكل هالأشياء تكون موجودة عندنا في الويب سايت وطبعا الجميع يقدر يشارك فيهم ومثل ما تشوفون ورائي الكتب الأوشياء المعروضة هذه طلبنا سووها خلال السنة وإعرضناها في المهرجان حالا حسا شو منتظرين من الأطفال أو من الشباب من بعد المهرجان اليوم المهرجان عنده أهداف معينة ولكن هل أنتو بحاجة يمكن لتشوفوا أي ردود فعل ملموسة أو يمكن تعزيزات معينة أو يمكن إذا فينا نقول أهداف أنتو يعني كنتو حابين تشوفوها ومنتظرين أن الأطفال والشباب يحققوا على أرض الواقع طبعا نحن نقدر نقول أنه إذا نرجع وراء كم من سنة كنا نقول أنه في نقص الأثلام اللي من صنع الأطفال اللي عندنا في العالم العربي بس مع السنين قمنا نلاحظ أن أطفالنا اللي تأسسوا من عندنا ماشاء الله كبرى ولينا حين يعني يبونوا وشاركونا فعلى طول موجودين معانا ودوم نقول أن حتى نحن السلوغن مالنا يقول فكر سينما فدائما أشجع الشباب والأطفال أنه وين ما تسيرون إذا شفتوا شي عيابكم يعني إذا شفتوا شي جميل دائما فكروا سينما حاريتوا كتاب مثلا أن يمكن هالكتاب نقدر أن نسويهم الأيام فيلم أو حدث ستوا عندكم في البيت أو في المنزل يعني يكون مدرسة فالواحد لازم دوم نشجع أنه فكروا سينما بي كرييتب بي كرييتب يعني فنموا هذا الشي يعني أكيد حصة يعني أنت بتشوفي فعلا أنه وجود هذه المهرجانات بتكون دعمة وبتكون قادرة أن هي تتعزز مكانة الجيل الجديد على خرطة الإبداع السينمائي عربيا وعالميا طبعا لأن في ناس يقولون أن صنع الأثلام شيء وايد مكلف ويحتاج ميزانية كبيرة فنحن عندنا في المهرجان وكم مؤسسة نقدم هذا الشيء أو يعني نفتح لهم الأبواب أنك شيء يبدؤون فيه حل أن إذا أنت ما قدرت أنك توصل للمكان اليتواق أبدأ من مكان نحن مهرجان عالمي نقدر نقول ونحصل على وايد يعني مشاركين من دول العالم ويوم كلهم يون هنا يتعرفون على بعض ويتبادلون حتى الأفطار يتبادلون دير إكسفيريينسز المهارات الخبر كل هالأشياء فالشيء وايد جميل نحن منتمنى لكم كل التوفيق بهالدورة السابعة من المهرجان وأيضا بكل يمكن المهرجانات والمهرجانات أكيدة اللي بتؤموها على نطاق الشارقة ونطاق الإمارات العربية المتحدة شكرا لألك الأستاذة حسا محمد منصق العلاقات العامة بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب شكرا للمشاهدة